بسم الله والحمد لله ولا اله الا يقول ربي ان ايوه ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم اتيناك تكرما اتيناك وحدك حد عد ما وصلت الدرررية سبعا من المثاني البيت عليك تكرر من كل ركعة وعلى ركعة حضرة مولانا سبحانه وتعالى يعني نقيم السلطة كميجي الوقوف الوقوف يكون حق اعلم حضرة رب مناش ما ما التطى بالناش هموم الاجرام هموم يقولوا تكمبينات هموم المؤمرات همومة مقتلة هو تتآمر حتى الاخر يتآمر وليذا تتطعنه ويحصل حرب كل على الكل من المدين هم مدين هي حمكم أننيم بنيان نوع هي مصد حطكم بيان يبنزكم وقالكم بروا انهم هاراكم مش تحسوا النصر يعني نصر انهم تتقطي الناس لدينا لدينا وثقوا بعهدك ما كش خائنه ما كاش ربي هوب العهد ان العهد كان مسؤولا ربي يتكلم وت يتعمل العكس منين ليتك ويني علاقتك برب في اللعبة يقول العامة اللعبة ما شالها اللعبة بشيه في فئدة كبرى ان نكون مع الله نكون ربانيين نكون مكوزين نكون على العهد مع الله احنا لسلا بخائنين ولا تكون الخائنين يعني مدافع ولا تصفهم لا الخائنين مكش خصيم يعني تخصم لحقاق باطل وما يدعون انه حق بكم في خائرين تو محاكم مليانة سكنات القراط وعوانهم السورفاء قداش عنيهم من متابعات اجرامكم خائبين خائبين سكونية يمنكم لا في اقوالكم ولا في شهراتكم ولا في عهودكم مشكون ما عليك الخازي غرقين لانه عندكم شيء من الاسلام الي هو يقيكم النهايات الكارثية لانه لانه الاربع حقيبات اللي جاهدوا حقا امتال اخواننا من النهضة الحقيقية مش النهضة الحالية وانا حضرت قلت لبردبالكم هما دخلاء من شخص نظام بردبال ثم جاء نظام بن علي هما دخلاء انا قلت لهم قبل شخص مرة عن طريق كما تكون في الناس كبعات المناظرة لتحسس لها شئن عني من أبكار جديدة احنا ليسا لانه يغير الأبكار جاء بي رسول الله عليه السلام احنا لا تآمن ولا متى ولا مكة ولا طمع بالدنياه ولا نسائهم معاهيرات لا اموها من كل حراق بلا بلا يصبحوا على الناس بالحيال ويقلوا على الناس بالحياة وبراها في الأسلام وان شاء الله شاء الله ماذا بينا وبينكم شلية انكم فينا احنا احنا نتحشون على المبتقين لا نقوم بأي عمل يطلب علينا ربنا لانا احنا نحنا نتمتعين بالإللاح نحنا نتمتعين بالقل منه احنا نتلذب محبة أحبتنا لربنا لأنه حبنا فكتب لنا أن نحبه أنتم تعدكم لها معنكم من ضمن هذه السوق السوق الوضيئة السوق الرابحة السوق التي لدينا سبيها يقول لك النبي عليه السلام أبغض الأماكن إلى الله وإلى الأسواك وأبطر وأحب الأماكن هي المساجد المطهر لا يوجد الكلاب بورديبة وكلاب من العلية وعادوا بها فساد ولا يدخل من الشباب يتعقبوه بعد ما نصوله قضية ويرى العجب عجب من التحديد وليمات في الصدور تحت الأمراض وغيره وغيره في أي شيء إنساء إذن تونس ما زالت تعاني لأن الناظر الأصلية أنا في خلط الروس والدنين يختلف معهم لكن لا يدوم لأخياب بتاع الناظوين الآن معظم الناظوين الآن هم أريبيس يعني وصوليون خبهم للدنيا والهم والأمبهاء 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 مخلونة عند الكلاف الغرب هذا ومش من أخلاق الإسلام ويا لذا كان حربتوها نهرة وعملت دسائز عطلتوها بمشاريع الإسلاحية مجمناة وفاة والأمر لا ربي مقيدكم بالأمبهاء لا لا ينسى ربي كل ما أتيتموه من إجرام في حق عبادي عبادي لأنكم أستيقكم قطار القرآن مجاليح بالتمام والأمبهاء واللي مش يمسهم ويجيزي تهمهم بليهما يكرزوا بالكنوز من شرق وغرب بشكون هما عملاء لأعداء الإسلام فوق الأرض وتحت السماء لا معنهم ولا ولا واخترم معهم يبقى أخواني وإخواتي أطلباكم أني يزنيتوا أسترم أجل السياسة وأشبار أجل وأشباه رجال الإعلام ومن لفة لفهم بالتمام جايكم الأحسان وحنا قلنا لكم عجلوا بالتوبة حتى تطلع ربعي لا خاصي بك حال الآن حالكم حال من هم من أمهم الخسران لعقابة يماتهم الدنيوية ورحيتهم البرزاقية ورحيتهم بفردة وما أدراكم ما بفردة والسلام على أهل الإسلام شكرا لكم شكرا لكم